مشاهدين في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله هناك نشاط للأمطار الموسمية في المنطقة الجنوبية الغربية وأيضا بعض المناطق الغربية بما فيها شرق مكة وشرق جازان وعسير والباحة هذه المناطق ستشهد أمطار قد تكون أحيانا غزيرة تؤدي إلى جريان السيول والأودية لكن في نهاية هذا الأسبوع تضعف شدة الأمطار تدريجيا مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ باستعراض القرائط الجوية ونبدأ من يوم الأحد فالأحوال الجوية يوم الأحد في المناطق الشمالية الغربية جوى حارة 39-25 المناطق الشرقية الشمالية الشرقية حارة 42-29 المنطقة الشرقية والوسطى شديدة الحرارة 44 الشرقية العظمى والصورة 31 المنطقة الوسطى والرياض 44-33 المنطقة الغربية غائمة جزئيا 38-38 العظمى والصورة 32 الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعادية من مطر 31-20 درجة مئوية يوم الأثنين أيضا استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق المملكة شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة المناطق الشمالية الغربية 38-24 الشمالية الشرقية 40-27 المنطقة الشرقية شديدة الحرارة 46-31 والمنطقة الوسطى شديدة الحرارة 45-34 والمنطقة الغربية غائمة جزئيا 39-31 وأيضا المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعادية من المطر 29-19 وأيضا قد تمتد الأمطار إلى بعض المناطق الغربية خاصة في شرق مكة وهذه الأمطار الموسمية قد تكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى جريان السيول والأودية يوم الثلاثة أيضا استمرار الأجواء الحارة حارة نسبيا في المناطق الشمالية الغربية لاحظ انخفاض واضح على الحرارة العظمى 36-24 حار نسبي وأيضا المنطقة الشمالية الشرقية حار نسبي 37-26 لكن شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية 6-44 إلى 33 وشديدة الحرارة في المنطقة الوسطى والرياض 46-32 وحارة أيضا 40-31 في المنطقة الغربية وغائمة جزئيا وغائمة جزئيا وسقوط زخات رعدية من المطر في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العظمى 26 وصغرة 19 درجة مئوية يوم الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية الشمالية الغربية 38-26 أجواء حار نسبيا حار نسبيا في المنطقة الشمالية الشرقية 38-27 حارة في المنطقة الشرقية 42-32 وشديدة الحرارة في المنطقة الوسطى 44-30 وحارة في المنطقة الغربية 41-31 المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات راديا من مطر 28.18 درجة مئوية يوم الجمعة بإذن الله الأجواء حارة تقريبا في معظم مناطق المملكة وبنلاحظ أنه في المنطقة الشمالية الغربية 40.26 والمنطقة الشمالية الشرقية 40.28 أجواء حارة في النهار حارة نسبيا في الليرد المنطقة الشرقية 43.31 والمنطقة الوسطى 43.30 المنطقة الغربية 40.32 وأجواء حارة تقريبا في معظم المناطق الوسطى والغربية والشرقية والمنطقة الجنوبية الشرقية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات راديا من المطر مشاهدينا نتمنى الجميع السلامة شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله